بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه الآية استوقفتني فأحببت أن أتأملها معكم لأن الله عز وجل أمرنا أن نتدبر القرآن آية عظيمة جدا ربما معظمنا يسمعها أو يحفظها حتى ولكن القليل من يفكر بإعجاز وعظمة هذه الآية ومدى تأثيرها في حياتنا من دون أن نشعر أخي الحبيب أنت الآن بفضل الله مسلم ولدت مسلما نعمة الإسلام التي تعيش فيها غالبا أنت لا تشعر بها لأنك تعيش في نعم كثيرة بسبب الإسلام على رأسها الطهارة على رأسها أنك تقول الحمد لله الملحد لا يعرف هذه الكلمة في عقلك الباطن هناك اليوم الآخر إذا ظلمك أحد تقول الله سيأخذ حقي هذا الأمر غير موجود في عالم الملحدين إذا تضايقت من شيء تقول إن الله سيفرج هذا الأمر سبحانه وتعالى صلة المؤمن بالله هذه الصلة من الذي صنعها؟ تعاليم الإسلام القوية عندما تصاب بمرض تتفائل وتقول الحمد لله الله سيعطيني أجرا عظيما ثمن صبري على هذا المرض والبلاء طيب هذه الثقافة من أين جاءت؟ من الإسلام لذلك الآية هنا أيها الأحبة آية دقيقة جدا الله سبحانه وتعالى يقول فمن يرد الله أن يهديه وهذه الآية في سورة الأنعم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام انظر معي أخي الحبيب هذه الآية تذكرك أن الذي هداك هو الله لو لا رحمة الله بك ربما تكون في عالم الملحدين في عالم المجرمين في عالم من أضلهم الشيطان من استحوذ عليهم الشيطان ولا يهد بالله ولكن الله من عليك وأراد لك الإسلام بمجرد يعني انظر معي أخي الحبيب بمجرد أنك مؤمن الآن أنت مؤمن والحمد لله وتقول الحمد لله اعلم أن الله هو من أرادك أن تكون كذلك الفضل ليس لا لأبويك ولا للبيئة المحيطة ولا لنفسك هو لله لماذا؟ فمن يرد الله إذا من الذي يريد؟ الله لست أنا ولا أنت لست أنت من اختار الإسلام الله هو الذي اختار بل أرادك أن تكون مسلما من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام انظر معي أخي الحبيب الإنسان المؤمن بتعاليم القرآن إيمان كامل تجد صدره في حالة انشرح في حالة يعني وإذا ضاق صدره يلجأ إلى ذكر الله فينشرح هذا الصدر فالله عز وجل هو الذي تفضل علينا هو الذي أراد لنا الهداية وهذا الأمر أخي الحبيب فيه ميزة لك تشعر بها فيه تكريم لك يعني ولله المثل الأعلى عندما يشعر أحدنا بأن الملك فلان أو الأمير فلان أو المسؤول الكبير أو الغني الكبير فلان أراد له أمرا أو ذكره بأمر أو هداه إلى أمر يشعر بالفخر يشعر بالسعادة أن فلان هذا الرجل الكبير هو من أراد لي ذلك طيب كيف بك وأنت الآن تشعر وتستيقن أن رب العالمين وملك الملوك ومالك الملك سبحانه وتعالى هو هو من أراد لك الهداية هو من اختار لك هذا الطريق طريق الإسلام كم ستكون فرحتك عظيمة عندما تعلم أن الله أكرمك الله يريد لك الخير الله يذكرك أنت مكرم عند الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام انظر معي إلى الجانب الآخر الجانب المظلم للأسف كثير من الناس ينطبق عليه الجزء الثاني من الآية ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ما هذا الكلام؟ من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصعود في السماء والارتفاع لطبقات الجو العليا يؤدي لضيق الصدر بسبب نقص كمية الأكسجين نحن نعلم أن من يصعد إلى الجبال العالية من يتسلق الجبال العالية يحتاج لأسطوانات مليئة بالأكسجين لأننا كلما ارتفعنا في الجو تقل نسبة الأكسجين حتى نصل إلى حدود الغلاف الجوي تقريبا تنعدم نسبة الأكسجين وبالتالي يموت الإنسان اختناقا كأنما يصعد في السماء يجعل صدره ضيقا حرجا هؤلاء الذين تراهم أنت أخي الحبيب ربما يملكون المال لديهم الشهرة أو السلطة أو الغنى لديهم وسائل اللهو والعبث لديهم السيارات الفارهة الأموال هؤلاء أخي الحبيب إذا كان أحدهم لاهيا قلبه عن ذكر الله لاهية قلوبهم مثل هذا الإنسان اعلم أن الله هو من اختار له الضلال أيضا لماذا؟ لأن الله لو علم فيه خيرا لهداه للحق طيب ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك أن الله عندما هداني للإسلام علم أن قلبي يعني يستحق الهداية علم أنني أستحق هذه الهداية ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم عن هؤلاء الضالين وما أكثرهم اليوم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إذن بمجرد أن الله هداك للإسلام إذن الله علم أن فيك خيرا سبحان الله يعني انظر معي أخي الحبيب هذه الآية أنا مر عليها مرور الكرام ولكن أنا أريدك عندما تقرأ أي آية في القرآن تقرأها بطريقة تدبرية أنك تعيش داخل الآية داخل معاني هذه الآية طبق هذه الآية على نفسك فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام طب الحمد لله الله هداني طب معنى ذلك أن الله هو الذي اختار لي الهداية نعم أنا ليس لأي فضل بل ليس لإرادة هي هداية من الله عز وجل هو الذي يريد لأنه علم أن في في داخلي خيرا فهداني للإسلام إذن هذا فضل عظيم وهذه بشرة وهذه سعادة إضافية أنا أشعر بها عندما أقرأ هذه الآية يعني عندما أقرأ هذه الآية أنا أشعر بالسعادة وبنفس الوقت عندما أكمل الآية وأقرأ قوله تعالى ومن يرد أن يضله من الذي أراده والله انتبه أخي الحبيب أنت كإنسان لا تملك من أمرك شيئا قل إن الأمر كله لله بل لله الأمر جميعا وهذا منطق صحيح لأننا مخلوقون لأننا عبارة عن مخلوقات ضعيفة جدا وخلق الإنسان ضعيفة الملك هو الله المتحكم هو الله ولكن عندما خلقك أيها الإنسان أراد لك الخير وأراد لك الهداية وعلمك طريق الخير وطريق الجنة لماذا تنحرف لماذا تذهب في طريق الضلال لماذا تؤذي عباد الله لماذا تظلم من حولك لماذا تأكل أموال الناس بالباطل لماذا تتجسس على الناس أو تغتاب الناس أو تؤذي الناس سواء بالكلام أو بالفعل لماذا لماذا تختار طريق جهنم ولياذ بالله لماذا تختار طريق الشيطان أنت أنت المسؤول ولكن أنت لا تستطيع أن تقوم بأي شيء إلا بأمر الله وبإذن الله لا يستطيع أي كافر أيها الأحبة أو فرعون على رغم من أنه ادعى الألوهية وظلم الناس وذبح الأطفال ولكن الله عز وجل كان يسمع ويرى ولم يفعل ذلك فرعون رغما عن إرادة الله لا ولكن الله وضع قانون وضع الأمانة أعطاك حرية الاختيار ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين أعطاك مطلق الحرية لا يوجد قانون اليوم في العالم يعطيك حرية كاملة كل القوانين تقيدك منذ دخولك للبلد تحتاج إلى جواز سفر وتأشيرة وأن تراعي قوانين المرور وقوانين البلد ومليون قانون أنت مقيد به كل الدنيا هكذا ولكن الله أعطاك مطلق الحرية قال للذين يلحدون في آياته إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم انظر انظر معي لا يوجد قانون في العالم ولا يوجد حاكم يقول للناس اعملوا ما شئتم الله قال لمن يلحد ولمن يكفر وللبشر جميعا اعملوا ما شئتم ولكن ماذا إنه بما تعملون بصير اعلم أن هناك إلها يراك اعمل ما شئت لذلك عندما أضل الله هذا الإنسان أضله لأنه يستحق الضلال ليس فيه خير يعني أنا إنسان يريد لي الشر لص لص يريد أن يسرق ني أن يؤذيني طيب أدخله بيتي مثلا بالعكس أبتعد عنه أنت عندما يعلم الله أن فيك خيرا يهديك للخير يهديك للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الضلال هذا هو نوع من أنواع الرجس العذاب الضلال البعيد لذلك أخي الحبيب بمجرد أنك تقول لا إله إلا الله أعلم أن الله اختارك لتكون مؤمنا وأن الله هو من نجاك من الضلال هو من أنقذك من الشيطان فيستحق هذا الإله العظيم الحمد لذلك من المنطق من المنطق أخي الحبيب أن أول آية في القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما هي والتي نبدأ بها صلاتنا ونبدأ بها يومنا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام والله أخي الحبيب هذه الآية تجعلك تتذوق لذة أنك مسلم تجعلك فرحا برحمة الله بك أن أنقذك من الضلال ثم هناك شيء آخر أخي الحبيب أن هذه الآية كلماتها في قمة البلغة هذه التركيبة اللغوية بليغة جدا لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تحذف منها أي كلمة ولا تضيف لها كلمة هي محبوكة حبكا جيدا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ولا تستطيع أن تحذف كلمة منها عبارات قوية جدا ومحددة وواضحة وسهلة الحفظ يعني أنظر أنا مثلا أحفظ هذه الآية بسهولة وأي واحد يكررها عشر مرات يحفظها سهلة الحفظ لأن فيها هدف فيها معلومة فيها صياغة لغوية مبسطة جدا ولكن في قمة البلاغة ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هنا لدينا أيضا إعجاز علمي واضح جدا أو دعاه الله في هذه الآية ليؤكد لك أن الهدى الهداية والضلال بيده عز وجل فربط هنا القرآن بين ضيق الصدر وبين الصعود كأنما يصعد في السماء أراد أن يقول لك انظر أن الإنسان عندما يصعد في السماء يضيق صدره بسبب قلة الأكسجين وعلى فكرة هذه المعلومة غير معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسورة الأنعام سورة مكية نزلت في بدايات الدعوة إلى الله النبي كانوا يستهزئون به كانوا يصفونه بأنه تارة ساحر وتارة مجنون وتارة يقذفونه بالحجارة ويتعرض للقذف والشتم والكلام السيء طيب النبي كان وقتها متفرغ ليعطينا نظرية علمية صحيحة يضعها في هذه الآية أن من يصعد في السماء يضيق صدره بسبب قلة الأكسجين من أين جاء بهذه المعلومة أصلا ولماذا وضعها في هذه الآية ليقول لك أخي الحبيب إن الذي يبتعد عن الإسلام مثله كمثل إنسان يهوي في الفضاء تخيل إنسان قذفت به من طائرة فبدأ يهوي في الفضاء تأخذه الريح مبوطا ويمينا وشمالا هذا هو حال الملحد لا يستقر من الطالب حياته من الطالبة ليس لديه هدف ليس لديه يوم آخر ليس لديه إيمان ليس لديه عقيدة ليس لديه أخلاق ليس لديه خوف من الله بل خوفه كله من البشر لذلك الإلحاد والضلال أخي الحبيب يعني شيء سيء جدا أن يعيش الإنسان في هذا الحال وبالتالي أنا هذه الآية تجعلني أولا أحمد الله أنه هداني للإسلام تجعلني أيضا أزداد يقينا أن هذا القرآن هو كلام الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن لأي بشر في القرن السابع الميلادي حيث تنتشر الأساطير في ذلك الوقت ونحن نعلم الثقافة العلمية في القرن السابع الميلادي كيف كانت قبل أكثر من 14 قرنا لا يمكن لبشر أن يتحدث بهذه الطريقة ويربط بين ضيق الصدر والارتفاع في الفضاء هذا يدلك على أن هذا الكلام كلام الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو كما وصفه الله قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن ماذا يوحى إلي إذن تميز هذا النبي بالوحي فالكلام الذي تسمعه الآن هو كلام الله وليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنوا نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يختار لنا الهداية جميعا إلى طريق الحق طريق الإسلام إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق